الزهنية لدى البعض لأنه لما هتسمعوا لين الفقرة اللي جاية هتقولوا لأ فيه ناس فعلا محتاجة مراجعة للقدرات الزهنية عشان كده غلطان انت يا أهلي كان لازم تنسحب قبل ما هندخل في ثانية دي تعالي سيقولي أنا عايزة وضح يا ريتك كنت قلتها ريحهم يا أهلي ونسحب مش هيرتاحهم أبدا أنا مش عارف إحنا لي يا جماعة مقضينها راغي وهري وهد في موضوعات بجد المفترض محسومة جدا قبل ما أدخل في ثانية الغلط بتاع الأهلي وإنه كان المفروض ينسحب عشان نريحهم اللواء أحمد سليمان وأنا هنا بقول اللواء رجل قيادة شرطية عضو بارس في مجلس إدارة نادي الزمالك كان مع كابتن حمد صديقي ضيفين على الزميل مهيب عبدالهادي كابتن اللواء أحمد سليمان له رأي ممكن يكون عن مطشاة الزمالك أكيد هو حر لأنه رجل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لكن الكلام بالزج بالأهلي على طول يا دي النقطة محتاج نوقف عند الله تسمعوه أحمد دياب بتاريخه يعني فيه ناس مخططين في هذا الموضوع فيه عايز أعرف التخطيط القرار التخطيط لحمد دياب هو مين اللي قاعد هل جاب لجنة فنية محترمة حسنا النهاردة بص يا كابتن حماد سيبك من كل حاجة أحمد دياب على عين وراسي يعني على عين وراسي أو راجل إداري لكن فنية النهاردة هو اللي بيطلع هو اللي بيطلع النهاردة بيدي الأداء هل أنه لتجاب مثلا حسن شحاته هل جاب شوغة ليه هل جاب علاق نبيه بص دياب ناس خطت للدور من مصر انتحاد وكورة وربطة الهندية تبقاكم الهندية هو مش هادين يحاول موضوع دي يا كابتن حماد لازم يتعامل ما دلوقتي يرى كم تأجيل يا كابتن حماد لو قوة على القوة على كلنا ماشي السوسية دايما منحسني فيه تغيرات كلام كلا متناقض لا مش متناقض انت قلت كلمة وعكسها دي باقي لو بتنفذ علي وعلى غيري أهلا وسهل على المستوى التحكيمي ما أنا كلمة كلام ده عندك على المستوى التحكيمي على المستوى المسابقات على مستوى حتى الإعلام لو فيه تساوب من الهندية وبعضيها كلها نرفع عقوبها وكلها يلتزم لكن فيه تغيرات بالتالي يا حمد بصمك فيه مسبقين ياس بيضغط عقوبات عكس فيه ناس عاملة كوارث عاملة عقوبات فيه بقى هما شايفين حاجة في فيديو على كابتن حماد بمقدين تطلعين عاملين قرار عضده فيه فيديو علي أنا يقول لك يطنش ما تعملوش هو ده موجود هو ده المشكلة الرئيسية ده لما انت بتعمل بلانس وبتعمل تفكر هو ده اللي بيعمل لك مشكلة ما فيه بواقع مثلا كما العيبة عامل كارثة عقوبات جامدة جدا فيه ناس عاملت كوارث ما سمعناش في اتحاد القورة امام عشور مثلا اما كان في الزمالك وعمل حاجة مش كويسة عقوب عقاب رئيب جدا احنا كان عندنا مباراة في الناشئين فيه لعيبة عاملت موقف سيئ جدا ده لعبة الزمالك ولا حد عاملوا ناحية تانية كده بصوا ناحية تانية وهو نفس الموضوع ونفس القصة من الخبيل اللي اقناعني لازم تواجد احمد دياب محترام يديه طبعا دراج الاداري لكن هو فنين الموضوع هيفيني في ايه اسألك سؤال اتحاد القورة اتحاد القورة بيتحرك مع المنتخبات وده لوحتي الرفضة بيدير الدوري صح صح واتحاد القورة بيدير المنتخبات بس لسا ما خدش صنعات الكاملة اصنع كابتان حمادة بقى معنا وشان ما يسع الناس من يتحرك بحسن محسن موبيل محسن من البيئة المجتمعات معهم احمد دياب انا بقولك انا طب ما عادي بيقعب معهم في المتشاط بيقعب معهم خارجيا عشان ما هو بس دوره هو رئيس الرفضة يا كابتن ما رئيس الرفضة بينظم معاه هم عايزين ينظموا المباريات وينصقوا الدوري وده حاجة مهمة جدا الغي الغي اتحاد القورة واللجنة الفنية الوحيد اللي خد وضعه في اللجنة الفنية الله رحمه كابتن الجهر وكان في وجود قيمة جيرة زي كابتن حسن شحاتة وشوه غريب وحمد صدي وكاننا بنوض ومنصك معاه اللجنة الفنية دي صورة جايبين حد صورة ولا جايبين ناس تقول فنيات هل في لجنة فنية تحدد موسم تحدد موسم الدوري خمس سنين لو اتحاد القورة ما ييجي اربع سنين ما ليه اربع سنين ما لو اللجنة الالتحادات بيجيب الالتحادات ويقول لي حتلي خطاتك الاربع سنين ميزانياتك الاربع انا بديك اخطاء مكواليس محدش بيعرف امم افريقيا كانت شغالة الدور الجزائري كانت شغال الدور التونسي كانت شغال الدور المغربي كانت شغال اه التلاتة كانوا شغالين انت كتشغال ما تقدرش احنا عادنا شقر ونص ما تقدرش انت كزمالك توافق تلعب غير الدور انا مليش عبا بقى انا العلقية ناس متساوية بكل الناس يا كابتن حامل انت ليه اخد الموضوع في الزمالك الموضوع زمالك واهلي واسماعيلي وانا ينفع انا ينفع العب في الاسماعيلي ومفروض في قرط القدم الاهلي وزمالك منفسين انفع في الاسماعيلي العب والاهلي ملعش في الاسماعيلي لا شغل امن ماشي من اقول السنة جاي انت عارف كويس انت عارف كويس ده شغل امن لا السنة جاي مش هلعب هنا في الاسماعيلي ما قدرتوش تستنوا العشر ثواني هو قال قال ما ليش دعوه قال له الإسماعيلية عدم اللعب الآل في الإسماعيلية ده قرار أمن قال له ما ليش دعوه اللي هو راج الأمن وكان عارف القرار وعارف السبب إنما هو الزج باسم الآلي هو الزج مرة واحدة حصل عليه هجوم من مدرجات الإسماعيلي في المباراة إزاي لا فإذا الأمن رأى أنه لزمانك مايروح شي مايروح شي بس يا كابتن أحمد هو الإسماعيلي بيلعب في القاهرة مع الأهلي لا ما هو ما بيلعبش مع الأهلي في القاهرة وبعدين إنت إيه الزج باسم الأهلي وإيه إيه القضية اللي كل ما تم تنام وتهدى تولعوها ليه ليه تبينوا إن الأهلي وإنت رجل أمن إنت أصلا رجل أمن يا سيادة وإعلم إنه مدرية الإسماعيلية ما بتقومش موافع لداد الإسماعيل على ما استضافت مطش الأهلي عشان في الأهلي تقول ما ليش دعوة لا ما ليش دعوة طيب خلي بالك بقى الهجوم على المخترح بتاعة عديل الدوري هو أنت يديرك في إيه إحنا بنقول العشرة دول هيلعبوا على ترتيب المراكز بنفس النقاط بتاعتك بنفس النقاط اللي خدوها اللي خدوها محتفظ بالحفظ أنت بقى عتيجي بقى متنبي ده اللي حيتصدر ده همك أنت مع أنك أنت آخر ثلاث سنين واخد الدوري مرتين يعني أنا مش قادر أفهم أنت استفدت من عدم العدالة ولا إيه نمرى نمرى ثلاثة ودي حدبان في اللي جاي حجم البرامج اللي خدمت على وجهة النظر دي عشان تعرف المسألة منصق لا فأنت ما تيجي تقول لي لا مش كل إحنا لسه كل واحد مش بصف كالرسه لا طيب دي الجزئية اللي المفروض اللوى أحمد سليمان يكون قادر الناس أنه مدريت أمن الإسماعيلية ما بتقدمش موافقة أمنية للنادي الإسماعيل على استضافة مباراة على فكرة إحنا أستاذ إبراهيم إحنا بنرد عليه وإحنا مدين صحيح لأن ما كان ينبغي إنه لو شرطة لا وعيده مجلس إدارة الزمان عيده مجلس إنما أنت استدركتنا أنت بقى لك كذا حلقة بتديك شرطة الآلي والعدالة طيب وبعدين هتقول مش حصل لا أنت سميت الآلي طيب أنا عندي خلاف في المستوى الفكر اللي بيتكلم به الكابتن أحمد سليمان في مستوى الفكر ليه في ثلاث نقاط تسيبكم من حدة الإسماعيلية لأنه مردود عليها والرجل بيقول لك هو إزاي الرابطة فين اللجنة الفنية بتاعتها اللي تقدم دراسة للدوري أربع سنين مستقرة أو خمس سنين هو مين قال لك إنه ده ممكن يتعمل الرابطة سات اللي هو الكابتن الرابطة مجلس إدارة سنوي ليه؟ هو بينتخب من أندية الدوري في هذا الموسم هذه الأندية تتغير السنة الجاية فيه ثلاثة هيهبطوا وفيه ثلاثة هيصعدوا فاتغيرت الجمعية العمومية فإن فيه حد يظن إنه الرابطة مسؤوليتها تعمل دراسة فنية وخطة فنية لمدة أربعة وخمس سنوات ده كلام في العبس ده كلام في العبس برّ حقيقة الموضوع لأنه الربطة مجلس إدارة متغير سنويا وفقا لتغير الجامعية العمومية بتاعة أندية الدوري اللي بتنتخب قبل كل موسم تشكيل لمجلس الإدارة الخاص بيها فالكلام ده كلام ما ينفعش يتقال رقم اتنين دور الجزائر استمر والمنتخب شغال وكاس الأمم شغالة الدور المغربي الشغال والدور التونسي شغال إش معنا أنت توقفت؟ أنت تكلم بجد بجد ده كلام ممكن يتقال يعني الدور الجزائر اشتغل لأنه كل لعيبة منتخب الجزائر اللي كانوا في أبتجان محترفين في أوروبا مش في الجزائر فالأندية الجزائرية مش هتتعطر أنت عايز الدور المصري يشتغل والنادي الأهلي منه سبع لعيبة وبرمز منه خمس ست لعيبة والزمالك منه تلاتة لعيبة والأربع لعيبة تقدر تلعب دوري غير الأجانب بتوعك اللي راحه يعني سيف الجزير ساب الزمالك وراح تونس علي معلول ساب الأهل وراح تونس البرستاو راح جنوب أفريقيا أنت بتتكلم بجد ديانج ديانج رحمالي أنت تعرف أنه أنا بقول لكم أنا عندي أزمة في الفكر بجد في الكلام ده يتقال كلام ده لو يتقال من أي حد تاني ممكن لا تعيره أي اهتمام لكن يتقال من اللوى شرطة كابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك واللي كان في جهاز المنتخب لفترات طويلة كمدرب خراس لا إحنا بصدد حالة لازم نتوقف عنده يجي يقول لك هو أحمد دياب يقعد ليه مع حسام حسن علشان أحمد دياب رئيس الربطة اللي بتعمل جدول الدوري فحسام حسن وجهاز المنتخب عايز فترات من الدوري لما قعد مع الأستاذ جمال علام طلعنا قلنا جمال علام ماله ما للدوري ما عندوش وصاية على جدول الدوري الدوري بتاع الرابطة كلام ده يا جماعة المفروض يكون معلوم للكافة والكاس والضرورة والكاس بتاع الاتحاد بس فأنتو متخيلين إحنا في أزمة فكر موصلانا لغاية فين الناس مش عارفة المنتخب كان عندو كامل عيب من الأندية فلا هو كده وبعدين أسوأ حاجة في المناقشة لا هو كده هو كده إزاي اللي هو كده إيه يعني ماليكش دعوة ماليكش دعوة بإيه يعني هي الفكرة يقول لا ليه الآله ما بروحش الاسم عليها يقول لي يا عم ده قرار أمن ماليكش دعوة طب مين اللي ليه دعوة ماليه ماليوش دعوة ما يتكلمش فيها بجد لأ آخر واحد هو يقول الكلمة دي كان هو هو رجل في داخل منظمة أمنية الله أنا ده ده اللي أدهشني يعني كريم حسن شحات عن المؤجلات والدوري نفس القضية ليه أنا بقول لكم الأول اسمعوا كريم وبعد كده نتكلم خلي بالكو احنا عندنا مشكلة انتو عارفين ايه اللي مواصل دوري في مصر نحن من قد نأجل مطشط للأندية بدون داعي بحجة ايه ان انا بساعد الأهلي ان هو يكسب بطولة أفريقيا لا ما فيش حاجة اسمها تأجلات عايز دوري منتظم وعايز كرة منتظمة وعايز سيستم وعايز مستوى لعيبة وفورمة معظم فترات الموسم لللعيبة طبق اللوايح اعمل سيستم دوري زي ما بيتعمل في أي حتة في العالم يا جماعة والله العظيم الموضوع سهل الموضوع سهل بس ان يلتزم باللوايح ما نخافش من الأهلي لو احنا التزمنا بالموعيد والليحة اللي احنا عاملنها اللي كان اتحاد المصري او ربطة الأندية عاملها وكان كابتال عامل حسين مدير المسابقات عاملها ان الاهلي مثلا مثلا الاهلي عنده مطش في أفريقيا لو المطش جوه مصر يلعب بعد المطش ده بتلات أيام مطش في الدوري لو المطش ده برا مصر يلعب بعد المطش اللي برا مصر ده في أفريقيا باربع تيام في الدوري لكن ما ينفعش نادي زي النادي الأهلي مع احترامي طبعاً وكلنا عايزين الأهلي اشتبوا عارفين احنا هنا عايزين الأندية المصرية تنجح لكن طبق اللوايح والنظام والمواعيد اللي انت أقرتها هتلاقي الدنيا ماشية سهلة مش احنا اللي هنخترع الزرة العالم كله بيعمل كده عندنا أجندة دولية ما العالم كله عند أجندة دولية عندنا بطولات للأندية ما العالم كله عنده بطولات للأندية عندنا بطولة كاس عالم أندية للأهلي العالم كله عنده ده مش معنى أنا غير نظام عدم اللي أنا مش قادر أعمل دوري منتظم ده يعتبر مش عايز أقول كلمة زعل يعتبر فشل كابتن كريم شايف أنه اللايح ما بتطبقش شايف أن الأهل بيتأجلوا مجاملة عشان يكسب أفريقيا حاجة غريبة جدا يعني وشايف ما تعمل زي كل الناس حط اللايحة والتزم بيها يا كابتن كريم هل المشكلة فإن مش بتحسب ولا مش عارف تحسب ولا ما فكرتش تحسب ولا حسبت بس برضو عايز تناقش القضية من منظور إن لأ الأهل بيتجامل وده موقف جديد طبعا لأنه يبدو حيادك السابق كان رهن خلافك مع الإدارة السابقة ها؟ الإدارة السابقة الإدارة السابقة طيب كريم بيقول لك أنا ليه بيقول لك أنت غلطان يا أهلي كانت نسحب لأنه احترام الأهلي لللايحة مشي على الأهلي دون أي استثناء الناس دي عندها مشكلة مع الأهلي فعايزة تغلوش بأي حاجة والحقيقة الأزمة أن الناس دي ما بتقراش كل اللي بيتكلموا على التأجلات لا أريين لايحة ولا عارفين حاجة أنا آسف ارجع لللايحة اللي الأهلي محترمها واللي قدرت المسابقات حطاها وهاتلي الأهلي استثني بره هذه اللايحة كم مرة أتحدى أن حد فيهم يجيب وقع الأهل اللي تجاوز فيها هذه اللايحة ولا بره اللي اتطبقت على كل الناس اللي شاركت خارجيا اللايحة دي يا جماعة عرضناها كتير بس أرجوهم يقروها مرة الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولات العربية أو الأفريقية يريد أن نورها لكم الأندية التي ترغب في المشاركة في البطولات العربية أو الأفريقية عليها الالتزام بالموعيد المعلنة بالجدول أو بالجداول دون طلب إدخال أي تعديل على التوقيتات والمواعيد أو طلب التأجيل بحيث تقام المباراة المحلية للنادي على رابع يوم في حالة إذا كانت المباراة الأفريقية أو العربية خارج مصر على رابع يوم وتقام المباراة المحلية على ثالث يوم في حال إقامة المباراة الأفريقية أو العربية داخل مصر ده اللي حصل تعال أقول لك أنا مبدئيا لغاية ليلة مبارح عشان الناس دي تعرفوا انه عندهم مشكلة نفسية مع الاهلي صدقوني بجد لانه لو بيحسبوا هيلاقوا الاهلي لغاية ليلة مبارح لعب 24 مباراة او 25 دي انت بترد بقى على كلام لسه هيجي اللي بقولك هو من العدالة ان البلدية تلعب 3 نفسات 8 ايام والاهلي هل البلدية لما لعب 3 ايام او 8 ماتشاط والاهلي ملعبش هل الاهلي كان في ميرينة بيتفسح ولا كان في ميدياما بيلعب غانا وقبل منه في الجزائر وهكذا في المشوار الافريقي مش دا اللي كان الاهلي بالمناسبة 25 مباراة من بداية الموسم التاني له حتى مبارح برمز 20 مباراة في يوتشر 19 مباراة الزمالك 18 مباراة قل لي لما الاهلي لعب 7 مباراة في الدوري الزمالك لعب 9 بس ليه مهو انت برضو ما لعبتش 14 مباراة زي انبي عشان تيجي تفتح صدرك قوي كده انت لعبت 9 يعني الاهلي 7 زمالك 9 في الوقت اللي شوفوا الاهلي لعب خارجيا 24 مباراة في الموسم دا لغاية دلوقتي كانت الخلاصة ايه؟ الموسم بالنسبة للاهلي بدأ قبل بداية كل الفرق باربع طيام علشان الناس دي تفتكر الاهلي لعب اول مباراة السنادي يوم 15 تسعة كانت مع التحاد العاصمة على كاس السوبر في السعودية الدوري بدأ لكل الفرق يوم 18 انت بدأت 15 كل الفرق بدأت 18 لعب الاهلي اول مباراة له مع المصري في الدوري يوم 19 يعني انا لعبت 15 في السعودية لعبت على اليوم الرابع قد اللايحة على اليوم الرابع فلعبت يوم 19 مع المصري الدوري بقى 166 يوم من مباراة التحاد العاصمة واخر مباراة للاهلي مبارح مع بلدية المحلة 166 يوم فيه فترات كانت ممنوع اللعب فيها لا الاهل ولا الغيره في الدوري انتوا كنتوا عايزين الاهلي يلعب دوري والمنتخب واخد من 166 يوم 95 يوم اللي بيقولك الاهلي ليه ما كانش بيلعب لان فيه 95 يوم توقفات للمنتخب ما بين تصفيات كاس عالم وما بين المشاركة في نهايات الأمم الأفريقية والأجندة الدولية بتاعة الفيفا 95 يوم من المية 166 فيه 15 يوم الاهلي شارك فيهم في كاس العالم للأندية في السعودية كنت عشان ترضي الكابتن كريم وكابتن أحمد سليمان متوقفش الدوري بس الاهلي ينسحب من كاس العالم في السعودية ما يشاركش فيها أو يعتبر منسحب أو ينسحب من المشاركة الدوري أو يقسم نفسه نصفين علشان المنطق ده الناس يصدقوا قد 110 يوم قد 15 يوم في كاس العالم في السعودية قد 110 يوم في 25 يوم الاهلي شارك فيهم في الدوري الأفريقي بقرار من الكاف اللي قال إن أن ده المشاركة في الدوري السوبر الأفريقي ما تلعبش محليا مش زنب الآل إن الكاف هو اللي اختاره مش زنبه كان عندك سبع تيام لمشاركة الأهلي في السوبر المصري في الإمارات شأن وشأن سيروميكا وفيوتشار وبرامدز بس الأهلي هو اللي عليه الكلام مش على ده غير المشاركات في دوري أبطال أفريقيا واللي الأهلي مشارك فيها زي وزي بيرامدز حتى خروج بيرامدز وبيتعاقب معاها بالضبط الزمالك وفيوتشار في الكونفدرالية بنفس المدد في نفس المدد المنصوص عليها في اللايحة والاتنين استفادوا من نفس اللايحة اللي اتطبقت على الكل مش استفادوا طبقت عليهم بالضبط هو بيطالب كده بيقول لك يلعب ثالث يوم داخلي ورابع يوم خارجي هو ده اللي اتطبق اتطبق على كل الفرق اتطبق على النادي الآلي خلاصة المؤجلات دي صدقوني بجد عشان الناس دي تستريح لأنه العملية عاملة لهم بلوا بجد طيب هل كان الآلي ميلعبش كاسعالم ميلعبش السوبر الأفريقي ترجمة نانسي قنقر